تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكاريم في عدد جديد من برنامجكم الإخبارية تريند إيك تداول الجزائريون اليوم إذن صورة الوزير الأول عبد العزيز جراد وهو يتلقى التلقيح ضد فيروس كورونا بالمؤسسة المتعددة الخدمات الينبيع بالجزائر العاصمة وذلك في خضم حملة التلقيح التي بشرتها الجزائر أمس من ولاية البوليدة باعتبارها البؤرة الأولى للوباء في البلاد الأكيد أن المتابعة الترقب والانتظار والمشاهدة طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني تحط بمطار بوفاريك الضيف هذه المرة ليس شخصا مشهورا ولا معروفا بل كان لقاح سبوتنيك لقاح روسي يصل إلى الجزائر أول المرحبين به كانت إيمان سلطنية ومن الولايات كانت ولاية البوليدة التي عرفت الألم في بداية الجائحة لينطلق منها الأمل اليوم خمسون ألف جرعة من اللقاح وصلت إلى الجزائر الأسلاك الطبية أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أول المستفدين من اللقاح حسب وزارة الصحة تدريجيا وبعد أن تصل لقاحات أخرى بكميات أكبر الشعب الجزائري كله معني بعملية التلقيح أكيد أن هذا الخبر تفاعل معه العديد من المستخدمين من بينهم صهيب يقول اللجنة العلمية للكوفيد مدعوة للإعلان اليومي عن حصيلة التلقيح وكل جوانبها على المستوى الوطني وفي تغريدة أو في تعليق آخر وصوله كان تحت تغطية إعلامية مكثفة وحملات التوعية ضرورية لقبوله من طرف الشارع الجزائري رغم أن التطعيم يبدأ حسب الأولويات المسطرة وفي خبر آخر مشاهدية الأكارم ونتحدث فيه عن تقرير جديد يصدر عن جريدة أمريكية كاشفا أنشطة اللوبي المغربي في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المبتدة ما بين سنة 2010 إلى غاية 2020 تقرير يتحدث عن مدى تأثير جماعات الضغط المغربية في القرارات الأمريكية خاصة فيما تعلق بالصحراء الغربية هذا التقرير المشاهدية الأكارم أنه نشر في الموقع الإلكتروني العربي ساسا بوست الذي بدوره استند في كل معلوماته على وثائق وبيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية التي تتابع وتسجل الوكلاء الأجانب وجماعات الضغط وتلزمهم بالإفصاح عن أنشطتهم وأموالهم التقرير كشف عن إبرام عقد ما بين السلطات المغربية من جهة وبين واحدة من جماعات الضغط من جهة أخرى هذه الأخيرة التي يرأسها موظفا سابقا في وزارة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة اختصارا بأيباك كما أكد هذا التقرير على أنه تمكن هذا اللوبي من التأثير على مواقف بعض المسؤولين الأمريكيين في العديد من المسائل الداخلية المتعلقة بالمغرب سيما منها وضع حقوق الإنسان داخل المغرب وحتى المسائل الخارج أيضا كانتهاكات المغرب المتكررة لحقوق الشعبي الصحراوي هذا وأشار بعض النشاطاء الصحراويين أن المغرب عادة ما ينفق أموالا طائلة لشراء ذمم بعض المسؤولين الأمريكيين مقابل التخلي عن الدفاع فيما تعلق بالقوانين والشرعية الدولية وحقوق الإنسان هذا الموضوع أيضا تفاعلت معه النقية أحمد الصحراء الغربية لا أسف على من فضل العبودية على الحرية ومن اختار الذل بدل الكرامة فالشموخ والكرامة وعزة النفس والحياة الكريمة طريق لا يسلكه إلا الأحرار حتى ولو كلفهم ذلك دماءهم مساءكم بالخير في تعليق آخر أيضا ابن الصحراء الغربية يقول الجمهورية الصحراوية الديمقراطية حقيقة لا رجعة فيها وفي خبر آخر مشاهدي الأكارم تفاعل معه عدد كبير من الجزائريين ذكرى وفاتما اللقب بحكيم الجزائر المجاهد والمناظل عبد الحبيد مهري رحمة الله عليه ذكرى وقف فيها المستخدمون والمتفاعلون عبر مختلف منصات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الذكرى ذاكرين ومذكرين بمصار الرجل النضالي وتفنيه في خدمة قضايا وطنه الأكيد أن الرجل يعتبر من بين الرجال الجزائري والذي يعتبر أيضا هو أيضا الجزائر فوق كل اعتبار بنضج سياسي متفرد واحترام كبير لكل الجزائريين منشورات ملأت مواقع التواصل الاجتماعي تروي أجمل وأمتن العبارات التي قالها الرجل مثل هذا التعليق الذي يقول فيه صاحبه هناك من يريد إظهار أن الاستقلال كأنه تقريبا خطأ لجعل الأجيال التي لم تعرف نقطة الانطلاق وتعتقد أن الخلاصة خارج الجزائر حضارة وتوجها واقتصادا وثقافة طبعا هذه من بين مقولات هذا الرجل رحمة الله عليه مستشارة التوجيه أيضا قالت رحمه الله كان من عائلة شريفة من أشراف الجزائر يحب الجزائر الأم لم يخن ولم يبيع ولم يطبع متعلم مثقف يتقن اللغتين العربية والفرنسية ولكن يتحدث العربية في جميع المناسبات الدولية والوطنية رحمة الله عليه أيضا يقول حمزة لم يخطئ من أطلق عليه حكيم الجزائر رحمة الله على الرجل وفي خبر آخر أيضا راجى وتفاعل معه العديد من المستخدمين الأكيد أننا كلنا يعرف ورقة العشرين دولار وما المرسوم فيها قد تتساءلون ما الغريب فيها ونحن نقول ما الجديد فيها بعد أيام ستكون هذه الورقة على شكلة أخرى الآن قد تتعجبون منهاته التي في الصورة إنها هارييت توبمال أمريكية من أصول إفريقية حررت نفسها من العبودية وقادت ثورة ضد الرق في أمريكا استطاعت هذه المرأة تحرير المئات من السود من أسر العبودية لذلك تعتبر توبمال من أهم رموز مناهضة ومحاربة العنصرية في نهاية القرن التاسع عشر اليوم وبعد كل هذه المدة جاء قرار رسم صورتها على ورقة نقدية تكريما لها واعترافا بجهدها الكبير في محاربة العنصرية هذا الموضوع الذي تفاعل معه العديد من المستخدمين من بينهم هذا التعليق بين هذا التعليق الذي يقول عندما كانت العبودية شائعة في أمريكا قامت هارييت توبمان بتكوين مجموعة سرية لإنقاذ العبيد من العبودية واستطاعت تحرير حوالي 700 شخص بسرية تامة فيما بعد سألوها ما هي أصعب خطوة واجهتك قالت إقناع شخص أنه ليس بعبد محاولة أمريكية لاحتواء العنصرية وهو يتحدث عن وضع صورة هذه المناظلة على فئة عشرين دولار تستاهل مناظلة كافحت وساهمت في إلغاء العبودية وثورة السود لها وقع مدون في قصة أخرى راجت في مواقع التواصل الاجتماعي التعامل مع الأطفال بأي شكل قد يعرض حياتهم للخطر فعل يعاقب عليه القانون هذا ما وقع فيه مواطن من دولة مولاوي وهو ينقل مجموعة من الأطفال على دراجة هوائية الرجل اعتقل بعدها ولكن سرعان ما يطلق صراحه بعد معرفة السبب قد تتساءلون عن هذا السبب موسى مافاتو قام بهذا الفعل رغبة منه في إيصال مجموعة من الأطفال من قريتهم إلى مدرستهم التي تبعد عنهم بحوالي عشرة أو عشرة كيلومترات تخفيفا ورفقا بالأطفال وتهوينا عليهم هذه المسافة وكذلك حرصا منه على ضرورة تلقي هؤلاء الأطفال لدروسهم ومزاولة تعليمه بعد أن انتشرت هذه قصة قصة موسى عبر مواقع التواصل الاجتماعي انطلقت حملة تضامن واسعة معه ليتم جمع مبلغ من المال ما سمح لهم بشراء توك توك لبوسى جزاء له على صنيعه هذا مع أبنائهم وحتى يتم أيضا نقل الأطفال بطريقة سليمة هذه القصة تفاعل معها بعض المستخدمين معلقين عنها من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس وأيضا علق على هذه القصة على أنه رجل ذو أخلاق يكرس وقته لمساعدة الأطفال لهذا عوضه الله خيرا له وللأطفال أيضا وفي تعليق آخر نصر الفرات يقول الصدق والأخلاق هي سبيل النجاة وقياسا على هذه القصة قالت العرب قديما الجريء يفوز باللذات نترككم ونلقاكم على وقع وواقع تفاعلاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دائما مع الإخبارية رنه اشتركوا في القناة